في متابعة للتطورات السياسية في تونس وبعد إيقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي لخمسة وزراء من التحوير الوزاري وهم الوزراء الذين تم رفضهم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بسبب شبهة الفساد وتضارب المصالح وهي خطوة من المشيشي لحل أزمة التحوير الوزاري وهو ما دعمته حركة النهضة واعتبرت أن رئيس الحكومة مارس سلاحياته التي خولها له الدستور وهو يندرج في إطار حق رئيس الحكومة في إعفاء وتعين الوزراء لإنجاح عمل الحكومة لكن على غير المنتظر هذه الخطوة لم تحظى بالقبول من رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي عبر على رفض البيت على الإقالة في رسالة القوية وجهها اليوم إلى هشام المشيشي وهو بمثابة كتاب يتعلق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وخاصة بتجاهل بعض أحكام الدستور ومن خلال ما جاء في الرسالة كان قيس سعيد غاضب من هشام المشيشي وكانت رسالة متولة جدا تحمل قرارات لابد من احترامها وذكر قيس سعيد هشام المشيشي في الرسالة بأن هناك قواعد ومبادئ تتعلق بالسلطة التونسية لابد أن تكون معابرة عن إرادة الشعب ومن أهم ما قال قيس سعيد في الرسالة يريد الكثيرون إهامنا بأننا لنزار في طور انتقال يصفونه بالديمقراطي فهو في ظهره فقط كذلك وفي باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة وتابع إن التاريخ سخيف لا خير فيه إن كان يعيج نفسه لأن ذلك يدل على أنه لم يستطع للناس وعظا ولا إصلاحا وإن كانت الرسالة الدالة فهي تدل على أن قيس سعيد أصبح في خلاف حقيقي مع رئيس الحكومة وأصبح التواصل بينهم عن طريق الرسائل وهو ما يفسر تفاقم أزمة بين رئيس الجمهوري ورئيس الحكومة فكلاهما يتجهين نحو التصعيد أنتم ما أعطون رأيكم في الموضوع حطوا جيم للفيديو ما تنسيوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد